كيكة قدرة أدر أو الكيكة المستحيلة أو كمان مثل ما بسموها الفلان كيك رح نحضرها اليوم بهذا الفيديو سوا إن شاء الله على طريقتي رح أشارك معكم الطريقة بالتفصيل وكل التركات اللي تخليها تنجح معاكم من أول مرة بهاي الوصفة أنا مش مستخدمة الكريم كراميل أو الكيك الجاهز رح أعملها معاكم من سكراتش بداية من الكراميل وكمان الكيكة وإذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا قناتي أنا رنا وأهلا وسهلا فيكم ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس اللايك والشير إذا حبيتوا الفيديو وهلأ خلينا ننتقل سوا لطريقة التحطير بداية أنا بنحتاج بهاي الوصفة نشغل الفرن على حرارة 180 رح نشغل الفرن من تحت ونثبت عنا الرف الوسط وبعد هيك نوع الآلب كتير مهم بهاي الوصفة بنسحكم تستخدموا أوالب الألمنيوم عندي هون الآلب بهذا الشكل دحنت أطرافه كاملة بالطحينية هاي التفاصيل أو الخطوات اللي صغيرة رح نعملها هي إن شاء الله رح تساعدنا إنه نحضر الكيكة وتطلع معنا ناجحة 100% من أول مرة دهن دطحينية على حواف الآلب إن شاء الله ما رح يخلي الآلب عنا إلى الزق ممكن تستبدلوا دطحينية بزيت وشوية من الطحين الكيكة عنا مكونة من 3 طبقات رح نعملها على 3 مراحل أول مرحلة اللي هي كرملة السكر عندي هون ألاية على النار ضفت عليها 3 أرباع الكوب من السكر كمية السكر اختيارية ممكن تستخدمه من نص كوب لحد كوب كامل وممكن نضيف من معلقة لمعلقتين من المي وقت كرملة السكر لحتى نخفف من قوام الكرميل النار بتكون عندي متوسطة بعد ما نضيف السكر على الألاي منهز وهزة خفيفة لحتى يتوزع عنا السكر بالألاي بشكل متساوي ومثل ما حكت لكم النار بتكون متوسطة أول ما نبلش نشوف الأطراف عنا هيك بلشت الدوب بعد شوي رح تلقوها بلشت تعطينا لون دهبي منبلش نحرك قبل هيك ما منحرك أبدا بعدين رح نوطي النار ونستمر بالتحريك بهذا الشكل ما بدنا نطول على السكر لأن السكر إذا غمق معانا كتير رح يعطي طعم مرار أول ما بلش عندي يوصل لهذا اللون الدهبي على طول رفعته عن النار وبلشت أصبه بالقالب لازم نكون كتير سريعين لأنه السكر عنا بسرعة رح يجمد ولا تقلقوا إذا حسيتوا أنه حبيبات السكر ما دابت عندكم 100% لأنها هي بالفرن رح تكمل دوبانها المهم نكون وصلنا للون الصح للكرامل الخطوة الثانية عندي اللي هي تحضير الكريم كرامل بكاسة الخلاط رح أبلش أضيف هلأ المكونات طبعا المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة ضفت 3 حبات من البيض عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا ثلاثة ارباع كوب من السكر كوبين من الحليب البودرة وثلاثة كبيات من المي وضفت كمان تقريبا نص معلقة صغيرة من برش الليمون أو ممكن تستبدلوها بنص معلقة صغيرة من الخل أكيد عشان يروح لنا زفرة البيض ويطلع طعم الكريم كرامل طيب بخلطهم هلأ كتير منيح مع بعض قريبا من دقيقة لدقيقتين لحتى يتجانسوا مع بعض ويصير عندي القوام الكريمي وبعدين رح أنتقل أروح لعند الكرامل اللي كرملته بالقالب وأضيف عليه خليط الكريم كرامل وكمان ضروري نمشي بالخطوات بالترتيب متل ما أنا مصورت لكم بالفيديو يعني أول شي عملنا الكرامل بعدين نعمل الكريم كرامل وهلأ رح نعمل خليط الكيك نرجعت هلأ الخلاط هيك مرة تانية طبعا من دون ما أجليه ولا أي شي رح أكمل تحضير الكيكة فيه للكيكة بنحتاج 3 حبات البيض بدرجة حرعة الغرفة عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا وكمان 3-4 الكوب من السكر ممكن تحطوا نصف كوب كمان بيمشي الحال ونصف كوب من الزيت النباتي كوب وربع من الطحين وربع كوب من الكاكاو والبودرة الغير محلة وأكيد بنحتاج له معلقتين صغار من البيكينج باودر وربع معلقة صغيرة من الكربونة وما ننسى أكيد رشة من الملح وآخر مكون عندنا رح يكون نصف كوب من الحليب السائل هلأ رح أسكر الخلاط وأخفقهم كلهم مع بعض تقريبا من 3-4 دقايق وأكيد ما ننسى نوقف شوية الخلاط ونتأكد إنه المواد الجافة عندي عم تختلط مع المواد السائلة ممكن باستخدام سباتولة أو معلقة ننزل الجوانب لحتى نتأكد إنه كل شي نخلاط كتير منيح وهلأ برجع للقالب مرة تانية وبعد ما صبيت الكريم كراميل بشوف قديش ضايل من القالب عندي من الوسط ما ندهن رح أدهنه لأنه هون ممكن عندي الكيك يرتفع وحتى إنه ما يلزق بالقالب وهلأ بتيجي اللحظة الحاسمة من قول بسم الله ومنصب خليط الكيك على الكريم كراميل بهاي اللحظات طبعا رح تشوفوا إنه ممكن يندمجوا مع بعض وتحسوا إنه اختلطوا فبتيجيكم مشاعر من الشك وتكونوا حاسين إنكم عملتوا كارثة ويمكن ما يزبط معاكم بس بوعدكم إذا مشيتوا على الخطوات بالتفصيل رح ينجح معاكم وتكونوا كتير مبسوطين من النتيجة وهلأ بنحتاج لقالب يكون أكبر من القالب الكيك اللي إحنا مستخدمينه رح نصب فيه مي مغلية تقريبا نقول أكتر من ربع القالب الكيك بشوي لحتى يساعد الكريم كراميل إنه ينطبخ بحمام مائي وبعدين دخلت الكيك على الحمام المائي جوا الفرن وتركتهم تقريبا أخذ معي ساعة كاملة أكيد بعد ما يمر 40 دقيقة منبلش نفتح على الفرن شوي شوي ونتأكد نشيك بعود خشبي أو بسكينة لحتى يطلع عنا العود نظيف مثل هيك بهذا الشكل ونصيحة كتير مهمة إنه تختبروا القالب من أكتر من منطقة يعني جربوا مرات من الجوانب وجربوا مرات من الوسط لحتى تتأكدوا إنه عم تطلع معكم العودة نظيفة بيكون هيك عنا الكيك استوى تمام الآن بعد ما استوى الكيك على طول بنرفعه من الحمام المائي بنحطه على طاولة المطبخ ونتركه ساعة كاملة بس يبلش هيك يصير عنا فاتر أو بدرجة حرارة الغرفة رح نأخذ قالب الكيك وندخله على التلاجة بنتركه يعني أقل الشي بنحتاج لأربع لخمس ساعات إذا تركتوه ليوم كامل بيكون أفضل وأفضل وتاني يوم أو بس يمر عليه وقت طويل بالتلاجة ونكون تأكدنا إنه برد كتير منيح رح نطلع الغالب نرجعه مرة تانية على حمام مائي لمدة خمس دقايق بالضبط ما تتركوه أكتر من هيك عشان الكيك كمان ما يسخن بالحمام المائي أو بالمية الساخنة هيك إحنا منطر الكرامل اللي حتى يقلب معنا الغالب بسهولة من دون ما يتكسر بعد ما نشيله من الحمام المائي بعد خمس دقايق منجيب سكينة ومنحرر الأطراف نتأكد إنه الكيك عندنا مش ملزق بس طبعا باستخدام طحينية الكيك أبدا إن شاء الله ما رح يلزق معاكم بعد ما نتأكد إنه حررنا كل الأطراف رح نجيب الصحن اللي بدنا نقلب فيه الغالب ومنقلبه بنقول بسم الله ومنقلبه وإن شاء الله رح ينقلب معاكم بكل سهولة من أول محاولة وأكيد مثل دايما رح تلاقوني كاتبت لكم الوصفة بالتفصيل بسندوق الوصف أو بالدسكريبشن باكس وكمان ملاحظة كتير مهمة لما تكونوا عم تبردوا الآلب بالتلاجة ضروري تكونوا مغطين الآلب بصحن أو بالنيلون لحتى الكيك عندكم ما ينشف فعلا من الوصفات اللي كتير مميزة والحمد لله بهاي الطريقة طلعت ناجحة 100% والطعم ولا أرواع اللي كريم كراميل هيك دسم وغني وكمان اللي كيكي طلعت طرية ومويست بتشحي وكتير لابقين على بعض الطبقتين وبهايك وصفتي لليوم صارت جاهزة بتمنى أنوا تجربوها على طريقتي وإن شاء الله رح تعجبكم كتير إذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد باي باي